يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم النكبة الموافق الخامس عشر من مايو من عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين شردت النكبة قصرا نحو ثمانمائة الف فلسطيني من أصل نحو مليون واربعمائة الف شخص بحسب مركز المعلومات الوطنية الفلسطينية يوم النكبة يوم لا ينساه الشعب الفلسطيني والعربي أيضا فيه تمت جريمة اقتلاع شعب من وطنه وتشريده في كل بقاع الدنيا وأن يعيش في المخيمات وأن يشهد عمليات نزوح لا تنتهي حتى يومنا هذا لم تبدأ النكبة الفلسطينية عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين وإنما قبل ذلك بكثير فبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وقيام الانتداب البريطاني في فلسطين بدأت قوى لاستعمار البريطانية بتنفيذ مخططها لبناء دولة صهيونية على أرض فلسطين ففي عام الف وتسعمائة وسبعة عشر أعلن وعد بيلفور الدعم البريطاني لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ومع توالي توافد اليهود إلى فلسطين بدعم من البريطانيين هجر عشرات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم ولكن لم يستسلموا أمام هذه التحركات وأدت جهود المقاومة في ألف وتسعمائة وستة وثلاثين إلى قيام ثورة عربية ضد الإمبريالية البريطانية والاستعمار الاستيطاني وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين صحق البريطانيون الثورة العربية ووجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة عدوين قوات الاستعمار البريطاني والعصابات المسلحة اليهودية التي تزايدت أعدادها لتصل إلى أربعين ألف شخص في ذلك الوقت الأمم المتحدة من جهتها أقرت في التاسع والعشرين من نوفمبر عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية وكان اليهود يسيطرون على مساحة تصل إلى أقل من ستة في المائة فقط من دولة فلسطين التاريخية إلا أن الخطة المقترحة من قبل الأمم المتحدة خصصت لهم خمسة وخمسين في المائة من المساحة وفي عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين سيطر اليهود على عشرات المدن والقرى الفلسطينية وطردوا سكانها الفلسطينيين من بيوتهم بالقوة وذلك تحت أعين سلطات الانتداب البريطانية وفي الرابع عشر من مايو من الف وتسعمائة وثمانية واربعين قرر البريطانيون إنهاء فترة انتدابهم لفلسطين وفي اليوم نفسه الذي انسحبت فيه قوات الانتداب البريطاني رسميا من فلسطين أعلن رئيس الوكالة اليهودية ديفيد بن غريون إقامة دولة إسرائيل